اشتركوا في القناة 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 فالتعليم يعني مسألة مهمة جدا وايضا كانت هناك بعض القرارات الجميلة اللي تابعتها هيئة الصحة بدبي في هذا المجال فبدت الهيئة بمناسبة بدء العام الدراسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الهيئة بمرافقة ابنائهم على مقاعد الدراسة وبالتحقون بالدوان في اول يوم دراسي بيكون الدوان بالنسبة لهم وايد مرن ممرن حتى حسمحوا لهم بالحضور المتأخر والانصراف المبكر بعد كذلك يعني ما بين حد اقصى ثلاث ساعات وهذا حسب القرار ايضا اللي شمل معظم الدواير والمؤسسات الاتحادية كذلك عموما ايضا الحقوا بهذا القرار السماح للموظفين والموظفات من اولياء الامور ممن لديهم ابناء يتحقون بالمدرسة لأول مرة او ممن انتقل اعمارهم عن الست سنوات خلال الاسبوع الاول من عام الدراسة بالحضور المتأخر والانصراف المبكر خلال ايام الاسبوع بحد اقصى ثلاث ساعات يوم الواحد ف يعني قرارات جميلة تدعم السعادة عند دولياء الامور فنتمنى التوفيق للجميع ايضا كان المفروض تكون معانا بعد كذلك الدكتورة ندى الملة ولكنها ايضا اثرت ان هي تبقى مع اطفالها في هذا اليوم ونحن ندعم قرارها هذا بشكل كبير ونتمنى لهم ان شاء الله يكون اه يعني يوم دراسي حافل ان شاء الله وتكون العملية بنسيابية كبيرة وكلنا تفاؤل وكلنا يعني اه دعم لمختلف القرارات اللي سوف تكون ان شاء الله اه لمصلحة التعليم السلام عليكم ودي وشو هال ما عرفت اليوم وهي اليوم وديت بيشري يمكن وكاتب يجري بيشري حسيت باحساس جميل صناعة اجيال وقادة المستقبل في روضة تطوير ابني احمد اه قال لي بابا انا احب الامارات رسالة جميلة جدا اه لا انا هو كاتب يجري انا ادري انه بتجري اكبر عيالي بس هو لانه ما ما عرفت كاتب يجري حسيت ميرا تصلح لي يزات الله خير يا ميرا تقول لي يعني انه بتجري اكبر عيالي اكيد اكبر عيالي عبوبة للا وايد سعيد اني بديت البرنامج معاكم ميرا لاختلي معانا بالتنسيق وفي الاخراج ناصر محمد سليم كذلك معانا السليمي ناصر السليمي في الاخراج عموما نطلع فاصل بعد الفاصل ان شاء الله ما ندخل فيه فقرات برنامجنا سامحون عادة طولنا عليكم في المقدمة ولكن يعني مزمو ما سولفنا وياكم قلنا شوية بس ناخذ ونعطي معاكم على اول حلقة وان شاء الله مستمرين معاكم ما نرجع للامور الصحية وما نرجع لي فقراتنا اللي تعودتوا عليها وان شاء الله يعني من خلال برنامجنا ما نفتح المجال جدامكم مستمعين اللي حاب يتواصل معانا على 600551414 او عن طريق الرسالة النصية على 4006 وموجودين معاكم لايف عبر حساب نور دبي على الانستجرام يوم جميل ومميز في صناعة مستقبل دولة الامارات اجيال الغد يبدأون بناء الوطن بالورقي والقلم شكرا لك يا محمد ابراهيم فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين أكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معانا 600551414 او عن طريق الرسالة النصية على 4006 طبعا رسائل جميلة جدا توصلنا يقول سيخطو صغارنا أول خطواتهم في طريق المستقبل اللهم السدد وبارك خطاهم ووفقهم يا رب العالمين اللهم اجعل كل صعب سهلا في طريقهم اللهم أنر طريقهم بنور الإيمان اللهم آمين يقول صباح الخير اتفق معك 100% حول فرحة الأطفال اليوم والدليل ابن محمد عند إيصاله إلى صفة في مدرسة الأقصى في الراشدية شاهدت مدى فرحته لهذا اليوم وأيضا زملاءه في الصف ندعو الله القدير العزيز أن يوفق ابنانا هذا ابن محمد وحمده اللهم آمين عموما خلصنا من بارت التعليم ندخل في الصحة في عنا خبر يقول اكتشاف كيفية تحويل زمرتي الدم A و B إلى O يعني تخيل أنك تغير فصيلة الدم إلى فصيلة الأو يقول العلماء أنهم ربما حددوا بكتيريا الأمعاء التي يمكنها تحويل زمرتي الدم A و B إلى زمرة O التي يرتفع الطلب عليها في حالات الطوارئ الطبية والكوارث الطبيعية ويعرف الأشخاص الذين يملكون زمرة الدم هو بأنهم متبرعون عالميون ما يعني أنهم يستطيعون تبرع بالدم لأي شخص يملك نوع أي نوع من زمر الدم ولكن مع وجود ستة فاصلة ستة باليمية فقط من سكان الولايات المتحدة الأمريكية ممن يحملون زمرة الدم أو وتبرع أقل من عشر باليمية من السكان بالدم فإن بنوك الدم غالبة ما تعاني من نقص شديد إلا أن العلماء في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا يقولون أنهم اكتشفوا انزيمة موجودة في الأمعاء البشرية يمكن أن تحول أنواعا أخرى من زمر الدم إلى أو ما يضع نهاية لمشكلة نقص الدم في حالات الطوارئ حول هذا الاكتشاف العالمي الجديد وهذه الدراسة نحن معانا عبر الهاتف دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة في دبي بتعلق إن شاء الله على هذا الخبر بسوى شي صبحت الله بالخير دكتورة ومن زمان ما سولف نوياتي على الهوى صباح الخير والنور والسرور محموز وكل عام ونتو بخير وصحة وسلامة نحن مستنسين أن أول حلقة معاك أنت دكتورة يعني ناخذ أول اتصال وياك دكتورة المعروف عن اللي عنده فصيلة الدم أو هذا اللي نحن نسميه يعطي الخير للكل ولكن ما يقدر يستقبل إلا من نفس فصيلته إذا أنا غلطان صح حيلي ولكن شو تعليقك على هذا الاكتشاف في توفير فصائل الدم النادرة بهذا الشكل ممكن نحول يعني A و B إلى O نعم طبعا المحمود أصناف الدم البشرية هي O A B B وكل وحدة منها ممكن يكون فيها عامل الرسوس موجب أو سالب O بصورة عامة طبعا يسموه دم الكريم يعني مثل ما تفضلت حضرتك يعطي لكل الأصناف الثانية بس ما يأخذ دم إلا من نفس الصنف اللي هو O فهو طبعا الطلب عليه كثير لأن أصلا حسب إحصائياتنا اليوم أنت ذكرت إحصائيات أمريكا يعني حبأت كلك إحصائياتنا نحن نحن عنا وائد O ما شاء الله في الإمارات ولا نحن 38.6 يعني و 16% عدنا صنف O الموجب ما شاء الله 38.6 شعب كريم O نقاتف نعم حمد لله دم الكريم وأربعة بالمية هما O سالب اللي هو طبعا من الأصناف الدم القليلة التواجد واللي هي طبعا أكثر بعد تعطي لك كل الأصناف بغض النظر عن الموجب والثالب لكن ما تاخذ إلا من نفس الصنف فحمد لله O موجب هو النسبة الأكبر ضمن المتبرعين بالدم حسب إحصائيات المركز ما شاء الله طبعا باقي أصناف الدم المتواجدة مرات تزيد عن الفائض فلذلك البحوث بدأت تتجه أنه كيف يحاولون هذه أصناف الدم إلى صنف O بحيث يمكن استخدامها تقريبا لجميع المرضى فهناك كثير من البحوث في بحوث مثل ما ذكرت حضرتك أنه في أمريكا وفي كندا اللي هي تعمل على تغيير أصناف الدم ال-A B وال-B وال-A ممكن إلى صنف دم O وتستخدم نوع من أنواع البكتيريا حتى تتغير من الجينات الموجودة على سطح كرات الدم الحمرة وبعد في بحث ثاني جديد تم نشر قبل أسابيع من شركة لوند يونيفرسيتي في السويد وتعمل على طريقة ثانية تغير من الجينات الموجودة على سطح الكرات الدم الحمرة حتى تخليه مطابق لجميع أنواع الأصناف الدم للمرضى فكل هذه البحوث أساسها هو تغيير واحدة من الجينات الموجودة على سطح كريات الدم الحمرة وهذه الجينات طبعا بيزيدون العلم والمعلومات عنها في تقنيتين تقنية الموليكيلر بيولوجي يشتغلون على الجينات وزائدا طبعا توفر التقنيات الانفورماشن تكنولوجي اللي هي تقنيات المعلومات فهم قاعدين يجمعون هذه التقنيتين حتى بالنتيجة يطلع شيء اللي هو تغيير في جينات الكريات الدم الحمرة حتى تكون ملائمة لجميع أنواع المرضى بس طبعا هذه كلها دراسات بعد لم يتم تصبيقها بس طبعا نتبشر بخير وجاري العمل عليها في مختلف دول العالم طيب لما تصير إن شاء الله ممكن نشوفها في الإمارات إن شاء الله طبعا أنتوا ليش ما تساهمون في هذه الدراسات دكتورة نعم ليش ما تساهمون شوي في هذه الدراسات لأن أنت ما شاء الله عليك عندك الكثير من الأنشطة على مستوى العالم كذلك نعم فأبغي أعرف يعني نحن في الإمارات وين رايحين في مثل هذه الدراسات إحنا طبعا الإمارات سبقها في كثير من التقنيات وإحنا الحمد لله يعني مركز دبي للتبرع بدهم شارك في كندا في نشر بحث عن استخدام الهواتف المحمولة وتقنية جديدة المواصفات اللي كانت في الموبايل أب دمي حصلت على يعني تقدير كبير من عرضناها في كندا لأن فيها خصائص الأولى من نوعها بالعالم فكانت متميزة بعد السنة اللي في عام 2017 نشرنا ثلاث بحث في فرانكفورت في مؤتمر شاركنا في نقل الدم فحمد لله احنا طبعا نشغالين بالبحث بس طبعا حتى نتكلم عن بحث مثل هذه البحث اللي تخص الجينار بعد احنا نحتاج إلى تثير من للبحث حتى نقدر نوصل مثل هذه البحث بس احنا يعني شغالين بالفحوصات اللي عدنا اي نتائج نكتشفها اي شي يعني ممكن انه يزيد من سلامة نقل الدم نحاول انه نعرضها ونشارك باقي العالم بها لان كل منطقة بالعالم في شي ميز في معلومة يمكن تختلف عن المعلومات الموجودة خارج في دول ثانية من العالم صحيح وايضا الاستراتيجية الجديدة لهاية الصحة في دبي ركزت على مسألة البحوث والدراسات وخصصة ادارة كاملة لهذه المسألة بالتعاون ايضا مع ادارة خاصة للتعليم الطبي المستمر فهناك الكثير من الجهود وان شاء الله يا رب يعني خلال الفترة القادمة نشوف يعني تقدم في هذا المجال لانه مسألة مهمة جدا نرجع لي التبرع بالدم دكتورة اليوم نحن يعني في البداية تكلمنا عن بدء العام الدراسي وهني يعني ابنانا الطلبة انت مداومة على الوقت ولا خذتي ثلاث ساعات بعد دكتورة ولا لا ولا مداومة كان سرتي يا عيالة شاء الله يا دي عموما يقولت يعني هناك جهود توعوية دايما انتوا تقومون بها في مركز دبي لتبرع بالدم ويعرف كيف تستثمرون جهود مركز دبي لتبرع بالدم مع انتظام عملية يعني الدراسة وايضا التوعية بأهمية التبرع بالدم لانه مسألة مهمة جدا ان النشأ يعني يكبر على هذه المسألة ان موضوع التبرع بالدم موضوع مهم ابغي ارفع وعي النشأ بهذه المسألة وايضا ابو يعرف يستوي ناخذ الدم من الصغارية ولا لازم 18 سنة طبعا محمود هذا موضوع جدا مهم احب اليوم يعني اكد انه طبعا بالنسبة للأمر هو من 18 سنة احنا ممكن نقبل من 18 الى 65 سنة هو الامر المقبول للتبرع بالدم بس احنا نقبل بعض المرات يكون 11 سنة بس لازم يكون في اقرار الموافقة وللأمر ويكون الشخص طبعا مطابق بكل شروط التبرع بالدم هو دكتورة هل يعني بالنسبة لأقل من 18 سنة في خطورة على على الشخص الذي تبرع بالدم ولا هي مسألة عادية لا هو ما يكون في خطورة يعني واضحة بس هو لأن الجسم في أقل من 18 سنة يكون في دور النمو النمو صحيح يحتاجون للحديد اللي موجود في الدم لأن أنت من تبرع بالدم تفقد كمية من الحديد والموجود بالدم وامتصاص الحديد واسترجاع ما يكون سريع الجسم جد ما يأكل مواد بها حديد لكن تقط 10% اللي يتم امتصاص من الأمع فإحنا في هذا الأمر أمر النمو ويحتاجون هم الحديد فمنحب أنه ناخد منهم الحديد ممكن يسرأتهم فقر دم هذا هو الخطر الوحيد اللي ممكن يسر بالنسبة للتوعية والتسقيف لطلاب المدارس طبعا شي جدا مهم لأن الشخص من يكون هو صغير يستوعب أهمية ويشوف ناس تبرع بالدم ويبدي يفكر أنه لا يوجد بديل لدم الإنسان حتى اليوم البحوث القاعدين نتكلم عنها هي ما استبدلة دم الإنسان يقول مثلا هذا الصن في الدم من حوله إلى هذا الصن يبقى الدم من المحتاجين إلى يوميا وبكل الأصناف لأن لا يوجد إلا بديل إلى يومنا هذا صحيح إحنا دائما نسوي المدارس نرحب بهم ويجيبون طلابهم وفي السنة الوحدة تقريبا أقل شي أربع مدارس يجي زورنا نسوي زيارات ميدانية يجون يشوفون المتبرعين يتكلمون وياهم يصورون وياهم ويفرحون الطلاب ونطيهم كتيبات ونشرح لهم شي بسيط حتى ناخدهم لفة في المختبرات يشوفون كيف الدم يحفظ في الثلاجات فهذا جزء جدا مهم بالنسبة للتوعية والتصغير ودائما نشجع الآباء كثير الناس يجون يتبرعون بالدم آباء أو أمهات ويجيبون يهم أطفالهم فإحنا دائما نرحب بهم نطيهم شوية هدايا بسيطة نفرح من يجي مثلا الأب وياء ابنة أو بنتة تتبرع بالدم لأن هذا بعد يعني تصطيف وتوعية حتى يشوفون أنه أبوهم يتبرع بالدم فيكون لهم مثل أعلى للتبرع بالدم فهذا جزء من طبعا النشر الوعي والثقافي عندنا منشورات في كل الحملات اللي نعملها خارج المركز وداخل المركز دائما عندنا براشورات تشرح فوائد التبرع بالدم وشروط التبرع بالدم حتى الأشخاص اللي ما يتبرعون بالدم نحب ننطيهم لبروشورات يفكرون يمكن في وقت تاني يقدرون يتبرعون بالدم صحيح دكتور أنا هنا أبغي بعد أضم صوتي لصوتش وأقول يا جماعة الخير حتى في وزارة التربية التعليم منطقة دبي التعليمية هيئة المعرفة أبواب المركز مفتوحة لكم يا جماعة الخير نرجو منكم يعني توجيه الطلبة في رحلات ميدانية أربع مدارس في السنة مم كافية دكتورة نبغي نبغي أكثر نبغي توجيه أكثر من قبل المسؤولين عن التعليم أن يطلعون الصغارية أو الطلاب عفوا لأنه ما في صغارية هم الطلاب خلاص يعني هم يساهمون في رفعة هذا الوطن يطلعون الطلاب يبونهم يتعرفون على مركز زبي تبرع الدم رحلة ميدانية ممكن أن يستفيدون منها هنا فصيلة دم أو ومن يوصى 18 سنة ببرع يود الله يخليك يتبرع في مركز دبي يتبرع بالدم هذا السؤال أنا ما فهمته هل نوع ألف ما فهمت نوع ألف التمر بديل للقهوة أنا شربه ما أعرف والله محمد أن السؤال ما فهمته نزيل وضع إشارة بنوع فصيلة الدم لحامري بطاقات الصحية الصادر من هيئة الصحة بدبي هذا اقتراح إن شاء الله دكتور ليش ما ترفع هذا اقتراح فصيلة الدم موجودة في الملفات الطبية الخاصة بالمرضى ممكن مع اصدار بطاقة الصحية يكون فيها فصيلة الدم للمتبرع أو للعميل هي فكرة طبعا جيدة وسبقوا أنه تلقناها مرة محمود وأنت بلقاء وإن شاء الله رفعناها لل اي تي للناس المسؤولين عن نظام سلامة احنا طبعا للمتبرعين بدنا في عندنا بطاقات وبطاقات بعد التبرع الأول بعد ما نتأكد أنه نتائجة كلها سلبية بالنسبة للأمراض المعدية نصدر بطاقة بها رقم المتبرع أو صنف الدم وهذا طبعا شي جدا جيد يحفظها عنده لا سمح الله إذا احتاج إلى أي نقل دم يكون في عنده بطاقة يتبين أنه متبرع هو في المركز ويبين صنف الدم بس فكرة واحد حلوة أنه نضيف صنف الدم على البطاقة الصحية للأشخاص بصورة عملة ممتاز أنا لنا رايحين أنسى صنف صين الدم مرتين قلتين بس نحن لن نحن فصين لأنه لا موجود على البطاقة لأنك ما تتبرع بالدم محمود دكتورة تبرع بس ما يخبروني شو فصين الدم ميرا في أي اتصال للدكتورة طيب دكتورة نحن شاكرين لتتواجدت معنا ونتمنى لكم التوفيق ولنا لقاءات قادمة من نتكلم عن مركز دبي للتبرع بالدم هذا المركز الذي حقق العديد من الإنجازات العالمية وهو مركز بمواصفات عالمية وفي وايد مواضيع خاصة بالتبرع بالدم من نتكلم عنها إن شاء الله بما أن بلشنا الموسم معاكم بس دكتورة على السريع قبل أختم معاتش بس أوقات العمل عندكم للمستمعين اللي حابين يتبرعون بالدم نعم نفتح من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة سبعة ونصف صباحا إلى الساعة السابعة مساء بصورة مستمرة أيام الجمع في عندنا حملات التبرع بالدم تنظم مع جهات مختلفة ويكون دائما نستبرع بالدم حتى نسرع من إجراءاتهم وقدنا يوميا اتصالات بالمتبرعين نذكرهم بأن الفترة الزمنية مضت على آخر تبرع فيمكن يتبرعون بالدم للمرة الجاية إن شاء الله قال لي يتأخر شوية في التبرع دكتورة بعد تطر شو لمسج مرتين ثلاثة يعني مثلي أنا بس يوصلني مرة وحدة وخلاص إن شاء الله احنا قريبا جدا لح نطلق نظام حديث وهو أصل أول من نوع بالداخل الإمارات يذكر المتبرع عدة مرات بأنه الوقت حال للتبرع بالدم ويشكر على كل تبرع بالدم إن شاء الله بنتخصصنا فقرة نتكلم عنها لأنه هذا طريقة شجع المتبرعين نذكرهم على التبرع بالدم بإذن الله تعالى إن شاء الله شكرا لك دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله مستمعين بتكون معنا شخصية تعودتوا عليها في السابق ولكن اليوم نتكلم معها بشكل مختلف دكتورة بدرية الحرمي ترقبونا بعد الفاصل ما نتكلم عن سياسة الصحة المدرسية فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هنا أم محمد تقول قصدي مطحون نوة تمر بديل القهوة ينزيل والله ما عندي فكرة أم محمد أنت حتى المشكلة يعني أنا وقت الفاصل بديت أفسر المسج اللي كاتبت أني يمكن من عندنا شوي يطلع غلط بس مم مكتوب نوة مكتوب نوة ألف التمر ومضحون بعد مم مطحون زي فما عندي فكرة والله يمكن ما ندري إذا إذا حد تفيدين أنا ميرا تقول أم محمد مطحون نوة تمر بديل للقهوة تقول أنا شربها ولذيذ زي جربي طحني ويبيلنا منه زي ولا يمكن تعالي القهوة اللي بدوية قبل شو كانوا يستخدمون في عشبة في عشبة كانوا يستخدمون مثل القهوة يطحنونها ويسوون قهوة ما تذكر والله جد شربت أنا عند حد من الشباب قال لي هذه قهوة بدوية لكن ما ببن ما فيها بن تعرفين مثل الها التي بس عشبة نسيت السماء ولا المسمار ما أدري يمكن نواة تمر بعد مسوينها قهوة ما أدري عموما هيئة الصحة بدبي أعلنت عن تفاصيل سياسة الصحة المدرسية التي تتبنى تنفيذها في المدارس بالتعاون مع سبعة شركاء استراتيجيين في وقت يبدأ طلب اليوم الانتظام في مدارسهم إذا ننبي بدء العام الدراسي الجديد 2018 2019 الهيئة قالت في تقرير صادر عنها أنها تعد الخدمات الصحة المدرسية من أهم الخدمات الصحية بالنظر لحجم الفئة السكانية المشمولة والمستدفة من هذه الخدمات كما تعد سياسة الصحة المدرسية الإطار العام والشامل بتوحيد الجهود والمبادرات التي تسويها بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بغرض تطوير وبناء خدمات صحية مدرسية تستجيب للحاجات وتتعاطى مع المشكلات بمرونة عالية في إطار الرؤية التنموية الشاملة لحكومة دبي للسنوات 2016 2021 نواية طوالت في هذه المقدمة لكن معنا في الستوديو دكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة في دبي أول شي دكتورة مبروك على الترقية وأيضا يعني نحن عارفين أن هذا تكليف وليس تشريف اليوم أتكلم معات قبل البرنامج تقولي والله محمود مم بقادرة يعني ألحق على الشغل ما بين اجتماع والآخر وكذا ولكن أكيد أنت قد هذه المسؤولية خلينا نتكلم في البداية إذا بتعطينا نبدأ عن سياسة الصحة المدرسية بسم الله رحمن رحيم طبعا صباحكم الله بالخير صباحك النور والسرور محمود وطبعا نحب بعد نشكركم طبعا يعني عبر إذاعتنا المتميزة نور دبي وبرنامجنا جميل صحة وسعادة ونتمنى بعد كل الطلبة والطالبات في هذا اليوم يكون إن شاء الله بداية تعام دراسي موفق للجميع يا رب إن شاء الله إن زين احنا تكلمنا عن شو هي السياسة بشكل عام دكتور مثل ما ذكرت أنت في البداية السياسة هاي عبارة عن إطار شامل يعني تتوحد في جميع المبادرات جميع الجهود والخدمات اللي تقدم للمدارس أو بالتعاون مع المدارس بحيث إنها تسعى لتعزيز الصحة المدرسية علي تطوير هاي خدمات الصحة المدرسية واللي مثل ما نعرف خدمات الصحة المدرسية تعتبر من أهم الخدمات عندنا في المجتمع بكون إنها تخدم طلبة اللي يمثلون شريحة كبيرة من مجتمعنا واللي يستدعي مننا الاهتمام فيهم هذه السياسة اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الآن مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في فبراير 2018 مثل ما قلنا يعني تعزيز الصحة المدرسية تشجيع الطلبة على تبني أنماط حياة صحية وهذا كله للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة السياسة هاي ترتكز على ثلاث محاور أساسية المحور الأول هو تعزيز أنماط الحياة الصحية واللي نقصد في يعني يشمل برنامجين برنامج الأول اللي هو يشجع تناول الخضروات والفواكه لهذه الشريحة من المجتمع وتشجيع النشاط البدني نزين المحور رقم اثنين عبارة عن الوقاية من الأمراض والكشف المبكر ويحتوي على ثلاث برامج كذلك اللي هي برنامج التحصين يعني اللقاحات الأساسية خاصة في هاي المرحلة العمرية اللي يعني ضد الأمراض الأمراض الطفولة القاتلة ضمن البرنامج الوطني للتحصين وكذلك برنامج التوعية الشامل بالأمراض المعدية والكشف مبكر بعض الأمراض مثل ضعف البصر السمنة وكذلك الأسنان أما المحور الثالث والأخير هو عبارة عن أنظمة المعلومات والبحوث الصحية هذا يشمل سبع برامج مهمة نذكر بعض منها اللي هي برنامج إشراف الصحي وفقا لمعايير هيئة الصحة في دبي وتعزيز المعلومات الخاصة بالتحصينات برنامج حصانة وكذلك برنامج البحوث والدراسات للصحة المدرسية فإحنا مثل ما نقول يعني السياسة هذه ركزته على أهم الشغلات الدكتورة وشغلة وايد مهمة أن الواحد ينتبه إلى هذه المحاور يعني المحور الأول تعزيز أنماط الحياة الصحية تعزيز أنماط ونحن وايد محتاجين بالنسبة لطلبتنا مسألة وايد مهمة ما بين تعزيز الماط الحياة الصحية وأيضا الشق الثاني اللي هو بممارسة الأنشطة البدنية مسألة جدا مهمة دكتورة كيف بتسوّون هذا شيء أنا قاعد أشوف حتى ما بين العائلة عندنا في البيت يعني للأسف كثير من الأمور قاعدين يعززون سلوكيات عند الصغارية سلوكيات خاطئة وهذا مع دخول الرفاهية والتقنيات الكبيرة اللي خففت من النشاط الليشطة البدنية وأيضا خلت الأطفال اللي تعلقون بممارسات خاطئة صحيح مثل أنت ذكرت السلوكيات هذه السلوكيات يعني نحن نقول تحتاج وقت للتغيير لكن يعني أكيد مستحيلة لكن كوننا نحن نركز جهودنا في هذه المرحلة العمرية في طلبة المدارس فهذا يكون كتدخل يعني مبكر يعني أننا نحاول نعزز صحتهم نحاول أن يعني نخليهم يتبنون سلوكيات معينة ندربهم كيف يغيرون من السلوكيات اللي يعني غير صحية إلى صحية فبالتالي يعني دائما نحن نقول اللي يتعلم من الصغر أفضل صح ولا لا يعني والتدريج هذا جدا مهم وبالتالي يعني هي تغيير ثقافة مجتمع تبني أنماط الصحية مثل ما قلنا تشجيع تناول خضروات وفواكه طبعا يعني المدرسة لها دور كبير لأن الطالب يقضي أكثر من نص وقته في المدرسة فإذا كانت البيئة هاي محفزة بيئة مشجعة تشجع على تبني هالأنماط فبسهل بالتالي عمل بعد كذلك الأسرة والمجتمع فلازم تكون هناك في حلقة وصل ومشاركة من الجهتين سواء كان من المدارس سواء كان من المجتمع ونحن ما نقدر نقول أن تبني الأماط هي مسؤولية جهة معينة فقط ولكن هي مسؤولية الجميع ولكل لازم يشترك فيها ويتبنىها لأن هذه في النهاية بتعزز صحة المجتمع والصحة يعني الأفراد بشكل شخصي والمجتمع بشكل عام وبالتالي تقينا عديد من الأمراض اللي إحنا في غناء عنها جميل دكتورة يعني نتمنى لكم التوفيق نحن بتكون لنا إن شاء الله لقاءات قادمة أنا ما أبغي أدخل وائد بتفاصيل الإدارة نبغي نخلي المسألة شوية للقادم من الأيام عنكم أنشطة والعام الدراسي طويل ونحن نلتقي وائد إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق والله يعينت إن شاء الله على هذا المنصب ونتمنى لك كل التوفيق شكرا لك دكتورة التسلم والشكر كله للمستمعين الأعزاء ونتمنى لكم التوفيق يا رب شكرا دكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة فيها تصحة بدوية وأيضا كانت زميلتنا في البرنامج كانت تقدم معانا البرنامج نحن كنا نتكلم عن القهوة إذا تذكرين أمم محمد كانت بطرشت لنا ميسج أمم محمد صبحت الله بالخير سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبريني شو السالفة لأنه عندي أحمد الحياوي يقول محلبة نواة التمر على فكرة أحسن من البن هذا أحمد حياوي يقول هذا الكلام صح خبريني شو السالفة قولي احنا خليناه يعني من جداتنا قبل قالوا قبل ما عندنا قهوة هي يقول هو نوع الطعام أو إحنا نسمي شو اسمه عين هذه القهوة لأن أشرب طعام إحنا نسمي الطعام أميرة لغفالبدوية ما تعرف لا أنا ولفته الصراحة شهر كامل أرموناه كامل وغسلته ونشفته وقليته مثل القهوة طحنته وحطيت فيه خليته بغرشة يعني طبعا أنا أشرب فينيان قهوة ماينة أرقاد يوم كامل لما شربت هذا سبحان الله يعني أرقاد على طول ما دري ما يتزين هذا مبن هذا عيال ما يصح صح هذا يرقد أنا تدري أم محمد أنا بسوي بسوي إن شاء الله بحاول حد من إدارة التغذية عندنا بخبرهم بقولهم أم محمد تقول النواة التمر أحسام البن فأنا سألت يعني في مكان في تطنيع قالوا لي فأبواللبي المال التمور الساد فعل أن يسوه هناك ويديعه زين يعني الحين أنت تنصحين أن نبدل القهوة بالتمر لا أنا ما نصحك بس أرد تسأل الدكتورة هل هو هذا مفيد ولا ما مفيد زين أنا بسويلت حلقة إن شاء الله عن هذا الموضوع ما تتكلم عنه بس شوفي سبحان الله أنا أقول دائماً أي شيء من النخلة أي شيء أحسنتي أي شيء من النخلة يعني يكون رائع يكون في فايدة يكون في شجرة مباركة أحسنتي من عند رب العالمين من نخلة ناحل الأم خلاص لتمنى وعد إن شاء الله أنا إذا باتر يعني قدرت أخذ حتى بالتيلفون بأكلم حد من إدارة التغذية بأخبرهم عن هذا الموضوع ذكريني الله يخليتش أميرا تتعرفيني أنا عندي ذاكرة بعوضة يمكن عندي نقص فيتامين دا لأظن نازل سيئة بحص بعد عموة يزاك الله خير ومحمد شكرا على هذه الرسالة وخليت دائما يعني إذا عندك أي شيء ولا شيء يكلمينه الله يحفظك يا رب ويطول عمرك مشكور يا محمد إذن وصلنا لختام حلقتنا اليوم في الختام يعني نتمناكم يوم سعيد إن شاء الله ونتمنىكم كل التوفيق نزيل عموما نقولكم مع السلامة شكرا لك ميرا لغفلي شكرا لك ناصر السليمي شكرا لك دكتور بدرية الحرمي وهذه تحياتي وحدثكم حفودي وسب العلي سامحينا دكتور مشغولة يسطط طالع البث من التلفون ما تدري عموما نشوفكم باتر إن شاء الله مع فقرات جديدة وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي تحياتي